شيعت اليوم الجماهير وأسرة كرة القدم الأردنية جثمان الرئيس التاريخي لاندر رمثى عبدالحليم سمارة الذي وفته المنية يوم أمس وحضر مراسم التشييع عدد كبير من رؤساء الأندي الحاليين والسابقين ورجال الإعلام ونجوم الكرة الأردنية وأجرت كاميرا قناة الأدن الرياضية العديد من المقابلات مع من حضر مراسم التشييع يسيد الفقيد قامة وطنية رياضية عندما كان يطلق اسم كلمة رياضة في العالم كان يقوله عبدالحليم سمارة هو صانع ومؤسس نادي الرمثة الرياضي تتوشح الرمثة برداء أسود لفقد رمز من رموزها ونجم من نجومها الأستاذ عبدالحليم سمارة السادة عبدالحليم سمارة كان رمز وطني وعربي ورمثاوي بنفس الوقت يعني بحقي مهما تأقب من رؤساء على نادي الرمثة سيبقى عبدالحليم سمارة القائد الروحي والتاريخي لنادي الرمثة هو الأب الروحي للرياضة والمؤسس الأول لكرة القدم الرمثاوية لكن أنا بشكر كل الإخوان اللي شاركوا واللي أدلوا بكلماتهم يعني هي نابع من محبة والوالد أعطى كل عمره للرياضة مش بس لرياضة لكل شي بخدم البلد السادة عبدالحليم الله يرحمه ويخفر له عميد رؤساء الأندية العالم هو الأب الروحي اللي كان للمدينة الرمثة ولا نادي الرمثة يعني باسمي باسمي أخوان اللاعبين اللاعبين الحاليين ولاعبين السابقين نعزي أنفسنا ونعزي أهل المرحوم الله يرحمه ويخفر له يعني زي ما أنت عارف السادة عبدالحليم سمارة يعني من مؤسسي نادي الرمثة يعني في هذا الموقف الجلل لا يسعني إلا أن أقول كما قال وأسوة بما قاله الرسول لنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم إن العين لا تدمع والقلب لا يحزن وإن على فراقك لمحزونين الله يرحم أبو الليث كان الأخ الكبير والرفيق دائما مع والديه رحمهم الله جميعا